متابعي يلا كورا في كل مكان مساء الخير عليكم هكون معاكم أنا صامر علي ولايف جديد النهاردة عودة للدوري المصري بعد توقف استمر لتلاتة وأربعين يوم عندنا مبارياتين في الجولة التمنى الأولى هتكون ما بين امبي والمقصة الساعة خمسة ونص وكمان التانية هتكون ما بين طلاقع الجيش والجونة الساعة تمانية كمان عندنا مبارياتين في كأس العالم للأندية مباراة نصف النهائي ما بين الهلال والتشالسي الساعة ستة ونص وقبلها مباراة تحديد المركز الخامس والسادس ما بين مونتري والجزيرة الساعة تلاتة ونص كمان عندنا أربع مباريات النهاردة في الجولة الأربع وعشرين بالدوري الإنجليزي وهم تاتنام وساوث مهمتون الساعة عشرة إلا ربع نوريتش سيتي وكريستر بالاس الساعة عشرة إلا ربع كمان عندنا منشستر سيتي متصدر البريمير ليج لحد دلوقتي حيلاعب برينتفورد الساعة عشرة إلا ربع أما الساعة عشرة فعندنا أستنبيلا مع ليتز يونايتد هتكلم معيكو النهاردة عن أصداء خسارة الأهلي أمام بالميرس البرازيلي في مباراة نصف نهائي بالأمس مباراة نصف نهائي كاس العالم الأندية طبعا وإزاي هيعود بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر غياب محمد مجدي أفشا وأيمن أشرف لمباراة تحديد المركز الثالث بس قبل ما أحكي معيكو ونقول رأينا عندنا خبر مهم جدا عن منتخب مصر الخبر بيقول أن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قرر تخفيض عقوبة كارلوس كيرش مدرب الفراعنة من مباراة للإيقاف لمباراة واحدة مع إلغاء الغرامة المالية المقدرة بعشرة ألاف دولار زي ما كلنا طبعا تابعنا أن الكاف كان مقرر عقوبة كيرش بالإيقاف مبارايتين بعد طرده من جانب الحكم بكاري جسامة خلال مواجهة مصر مع الكاميرون في الدور قبل النهائي من كاس الأمم بالتالي غاب كيرش عن مواجهة مصر ضد سنغال في النهائي لكن دلوقتي بعد تخفيض العقوبة كيرش هيكون متواجد إن شاء الله في مباراة مصر مع السنغال في التصفيات النهائية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم منتخبنا هيلاعب السنغال في شهر مارس المقبل مبارايتين الأولى هتكون في القاهرة والتانية في داكار لتحديد المتأهل لكأس العالم قطر 2022 منتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا وإذن الله نصعد للمنديال للمرة التانية على التوالي وده الحاجة الوحيدة اللي هتكون تعويض لنا عن خسارتنا في نهائي أمم إفريقيا قبل أيام قدام برضو السنغال نرجع لأخبارنا مع النادي الأهلي واللي للأسف خسر بالأمس اتنين مقابل لشيء أمام بالمارس البرازيلي وهينتظر الخاسر النهاردة من مباراة الحلال والشلسي اللي هتتلاعب الساعة ستة ونص الأهلي ظهر بشكل غير مرضي لجماهيره الحقيقة في مباراة بالمارس بعد مباراة منتري في الدور التاني واللي فاز فيها النادي الأهلي بهدف المحمد هاني رغم الغيابات والإصابات توقعت الجماهير أداء أفضل بعد عودة الدوليين لكن اللي حصل كان العكس البعض كمان انتقد موسيماني بعد مشاركة عمر السولية في التشكيل الأساسي خاصة أنه كان بيعاني من أزمة في التنفس خلال وجوده مع منتخب مصر في الكاميرون صحف البرازيل طبعا احتفلت بفوز فريقها وما فوتتش الفرصة خصوصا أن بالميرس ثقر من النادي الأهلي بعد ما فاز عليه في نسخة العام الماضي بركلات الترجيح وتوج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية احدى الصحف قالت أن بالميرس ابتلع الأهلي بعد ما قدم أداء جيد ومرضي للجماهير البرازيلية اللي كانت مليانة في مدرجات استاد آل نهيان الصحيفة البرازيلية قالت أن بصمة فريرا مدرب بالميرس ظهرت في المباراة اللي يكللت بالنجاح وقدر أن يفوز اتنين مقابل لشيء في النهاية مباراة وخلصت وطبعا كان نفسينا نشوف النادي الأهلي فيه النهائي لكن زي ما قال موسي ماني بعد الماتش سنحاول العام القادم الأهلي قدامه أزمة في مباراته القادمة مع الخاسر من تشلسي والهلال النهاردة إزاي هيعوض غياب أفشة اللي مش هيشارك فيه المباراة للإيقاف لترقم البتاقات وفي نفس الأمر بالنسبة لأيمن أشرف اللي تعرض للطرد في آخر مباراة بالميرس وبرضو مش هيشارك فيه مباراة السبت المقبل إن شاء الله بنسبة لغياب أيمن فموسي ماني عنده حل مباشر وهو اتدفع بمحمد عبد المنعم اللي أثبت نفسه مع منتخب مصر بشكل قوي وده كان سبب عودته للنادي الأهلي وقطع إعارته مع نادي فيوتشر كلنا تابعنا عبد المنعم وروحه وشخصيته في الملعب واللي ظهرت مع منتخب مصر في الكاميرون وإزاي قدر ما يحسسناش بغياب محمود حمدي الوينش اللي اتصاب في مباراة غينيا بيساو في الجولة التانية في دور المجموعات لبطولة كاس الأمم منعم نزل بدل الوينش وكان لعب قبلها في مركز الظهير الأيمن بدل أكرم توفيق بعد إصابة أكرم توفيق في مطش نيجيريا تواجد عبد المنعم مع المنتخب اداله طبعا خبرات كبيرة وبالتالي وجوده مع ربيعة وياسر إبراهيم ممكن يشكله الخط الدفاعي للنادي الأهلي في المباراة في حالة تاني قدام موسماني وهو أنه يرجع حمدي فتحي مدافع تالت مع ياسر وربيعة أما بالنسبة لغياب أفشة فممكن يعتمد موسماني على خدمات أحمد عبدالقادر واللي شارك فيه التشكيل الأساسي في مباراة منتيري ونزل بديل في مباراة بالميرس أو يعتمد على خدمات وليد سليمان ولو إن ده هيكون حل بعيد شوية وإن الأقرب هو الدفع بأحمد عبدالقادر بكده تكون خلصت نشرتنا النهاردة وأخبارنا استنونا في لايف جديد وأخبار جديدة على يلا كورا كنت معاكم أنا صامر علي شكرا لمتابعتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر